خففت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالنفط ضد فنزويلة وذلك بعد أن أعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة عن توقيع اتفاق إنساني بشأن التعليم والصحة والقضايا الاجتماعية الأخرى وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح لشركة شافرون باستنافع عملية استخراج النفط المحدودة في فنزويلة اتفاق اجتماعي واسع النطاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة في ختام مفاوضات عقدت بينهما في المكسيك ويتمحور الاتفاق بين طرفي الأزمة الفنزويلية حول التعليم والصحة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء كما اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في عام 2024 ورغم أن الاتفاق يبدو شأنا داخليا إلا أنه قد يترجم إلى تخفيف محتمل للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تفرضها واشنطن على كاركاس وسيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالمية وقد تخفض تضفق اللاجئين من فنزويلة على دول المنطقة وبالفعل وفور الإعلان عن توقيع الاتفاق في مكسيكو أجازت وزارة الخزانة الأمريكية لمجموعة شفرون النفطية بأن تستأنف جزئيا أنشطة التنقيب في فنزويلة التي تختزن أكبر احتياطيات نفطية في العالم وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الإجازة ستكون صالحة لمدة ستة أشهر ستدرس خلالها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مدى وفاء حكومة ما دوروا بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق الموقع وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت في عام 2018 وشككت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر